نعم زوجتي أخطأت ووقعت في ذات الخطأ اللي وقع فيه الكثيرين هاي الفترة لا أتمنى إنه حد يكون في مكاني ويضطر إنه يعتذر عن خطأ هو لم يقع فيه عقوبة غيداء بالسام زوجة اليوتيوبر محمد عدنان المتوقعة بعد سب السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضجت مواقع التوصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بعد إهانة غيداء بالسام زوجة الإعلامي واليوتيوبر الشهير محمد عدنان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وده بعد ما نشر الصورة ليه على حسابه في انستجرام وعليت على الصورة دي وكتبت هذا أخطر على العرب والمسلمين من إسرائيل ومع كلام غيداء ده حصر الدقة كبيرة على مواقع التوصل وحصل هجوم رهيب من السعوديين على غيداء وزوجة محمد عدنان علشان كده طلع محمد عدنان في فيديو واعتذر من نيابه عن زوجته ورغم اعتذر محمد عدنان إلا أن زوجته غيداء قد تواجه عقوبة كبيرة فبحسب قانون العقوبات القطرية فمن الممكن تواجه غيداء عقوبة السب والقصف الألكتروني واللي تتضمن الحبس المدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال قطري أو بأحدى هاتين العقوباتين أو كلايهما والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد